نروح لمؤسسة حياة كريمة اللي بتواصل عملها في محافظة مطروح جهد كبير جدا عشان دعم الأثر الأسر أو الفئات الأكثر احتياجا وتحقق لهم الحياة الكريمة نعرضه في السلوم وصل 20 رأس من الأبقار للدبح والتوزيع على الأسر الأكثر احتياجا في سيدي براني وفي السلوم ده في إطار الدور العظيم اللي بتقوم بمؤسسة حياة كريمة بتفزيلها في محافظة مطروح ده تم في حضور وبتأمين عناصر من القوات المسلحة من المنطقة الغربية العسكرية كمان بتتواجد حياة كريمة في عدد من المبادرات في التمكين الاقتصادي للأسر المستحقة توفير فرص عمل مستدامة للأسر عشان تخرج من دائرة الفقر ودائرة العواز